يسأل يقول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر يقول لماذا وصف الله جل وعلا الإنسان بالخسارة علي بارك الله فيك إذا قرأت السورة كاملة اتضح لك المعنى يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حتى قال الإمام الشافع رحمة الله عليه كما يذكر عنه أنه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ولذلك أقسم الله تعالى بالعصر قيل وقت العصر وقيل بالعصر الزمان إن الإنسان لفي خسر أكدها بقوله إن الإنسان الإنسان جنس جنس بني آدم لفي خسارة لأن طبيعة الإنسان ركب في الإنسان الشهوى وركب في الإنسان الميل إلى الخطيئة وركب في الإنسان أشياء كثيرة ولذلك قال جل وعلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ثم استثنى الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الأربع الذين آمنوا هذا هو العلم علموا حق الله عز وجل ولذلك قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ولذلك آمنوا بالله عز وجل ووحدوا الله تعالى وأفردوه سبحانه وتعالى وعلموا بأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ثانيا عملوا الصالحات وهذا يدلنا على أن العلم قبل العمل على أن العلم قبل العمل ثم إنهم دعوا إلى هذا الدين العظيم وتواصوا بالحق التواصي بالحق دعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى الفضيلة وإلى الخير وإلى كل ما يعني أمر الله عز وجل به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام والنهي عن كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال وتواصوا بالصبر الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل لأن طريقة الدعوة شاق ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما منهم نبي إلا وقد يعني أوذي في جنب الله ويعني حصل لهم من المفاجآت ومن الأمور العظيمة في دعوته إلى الله مع أن الله تعالى أيدهم بالبراهين ومع ذلك لقوا ما لقوا وصبروا على هذا الطريق بارك الله فيك شكرا